الاحتباس الحراري نشأت ظاهرة الاحتباس الحراري نتيجة الارتفاع الكبير في نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في طبقات الجو نتيجة لانبعاثه المستمر وبكميات كبيرة من الأنشطة الصناعية للإنسان المصانع، حرق الوقود لتوليد كهرباء، وسائل النقل إلى آخرة قديماً كان من الصعب الرصد الدقيق لدراجات الحرارة العالمية نتيجة التغير المستمر الحادث فيها وكان يتم أخذ متوسط دراجات الحرارة ولكن حديثاً ومع ظهور الأقمار الصناعية أصبح من الممكن رصد ومتابعة دراجات الحرارة في كل مكان على سطح الأرض بدقة متناهية ونشأ عن ظاهرة الاحتباس الحراري العديد من التغيرات على سطح الأرض ومنها زيادة المياه في سطح البحر عدة سنتيمترات وأمكن قياس ذلك عن طريق الأقمار الصناعية تغير التقصف العديد من المناطق في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين أصبحت العواصف متكررة وأعنف من ذي قبل في أماكن متفرقة من الكرة الأرضية مثل منطقة الكاريبي ومنطقة البحار الصينية والهند حرائق الغابات المتكررة ونشهد أيضا ظاهرة زيادة الموجات الحارة على بعض البلاد مما يسبب العديد من المخاطر مثل اشتعال غابات بعض المناطق الجافة مثل أستراليا واليونان ظاهرة صهار الجليد تم رصد صهار الأنهار الجليدية في العديد من المناطق حول العالم فقدت أوروبا ربع أنهارها الجليدية في عشر سنوات فقط وتم تقدير صهار كافة الجليد في ألسكا خلال مئة عام فقط إن صهار الجليد في مناطق العالم المختلفة سيؤثر بالطبع على هذه المناطق وسينتهي بها الحال إلى الجفاف التام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر